بار المؤسفة اللي طبعا هنطلع عليها وصدرت هذا الصباح استشهاد نقيب شرطة أثناء تفكيك عبوة ناسفة في شمال سيناء صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن القوات المعنية بتمشيط وتعقيم الطريق السحلي بمنطقة أبو الحصين دائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة تزن نحو 50 كيلو جرام زرعها مجهولون بالجزيرة الوسطى بالطريقة أشار المصدر أنه تم فرد كردون أمني حول المنطقة وأثناء الفحوص انفجرت ألعبوة مما أصفر عن استشهاد النقيب محمود عبد العظيم محمود أبو طالب من قوة إدارة الحماية المدنية بشمال سيناء رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته طبعا يعني نحتسبه عند الله شهيد